في خمس أداب نبوية راقية ومن الضوقيات عند شرب الماء بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور رحمة درجة فيديو جديد أول حاجة النبي علمنا ما لا نتنفس في الإناء نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتنفس في الإناء يعني ما تجيش تشرب كده وتلاقي بقى عايز تاخد نفسك فتتنفس جوة الإزازة بتليت تشرب يا لأ تبعد الكباية ولا الإزازة وتاخد نفسك زي ما أنت عايز تاني حاجة النبي نهى عن النفخ في الشراب يعني الشربة سخنة بتعوش تنفخ فيها عشان تبردها النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام أو لقيت تراباية والحاجة بتعوش تنفخ عشان تشيلها نهى النبي كما في حديث الترمزية عن النفخ في الشراب لا تتنفس في الشراب ولا تنفخ في الشراب تالت حاجة النبي أمر بالشرب على ثلاث مرات يعني ما تشربش كده دفع واحدة تشرب وتاخد نفسك وتشرب وتاخد نفسك وتشرب وتاخد نفسك على ثلاث مرات علشان تلاقي بعض الناس يشرب كده مرة واحدة لا السنة تشرب على ثلاث مرات رابع حاجة النبي نهى عن اللي انت تشرب من فم السقاء او في السقاء يعني من بقى الازازة مشربش من بقى الازازة على طول انما بتحطه في كوباية وتشرب منه عشان اللي بعدك ما يقنفش يشرب من بعدك خمس حاجة النبي يعلمنا لما تكون بتسقي الناس تكون اخر واحد تشرب مشربش انت الاول بقى يشرب الناس قال عليه صلاة والسلام ساق القوم اخرهم فدي ادى كلها من المستحبات ما نقدرش نقول حرام يعني مش حرام واجب هي مستحب او مكروه فدي امور من الاداب النبوية الراقية جدا نطبقها في حياتنا دعم الفيديو بشير والاكم مشرب القناة شوفي كل مرة الجاية والسلام عليكم